الأطفال هم مادة المستقبل التي ستبني وتقود المرحلة القادمة من حياة البشرية وبهم ترسم خريطة العالم إلا أن ثم تحيف وظلم وانتهاك كبير تتعرض له هذه الشريحة المهمة من المجتمع حين يسرق التهجير والنزوح براءة الأطفال ويخطف ابتسامتهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أعلنت عن وصول أعداد الأطفال اللاجئين والنازحين حول العالم إلى نحو 37 مليون طفل نهاية العام الماضي ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية نتيجة الصراع والعنف والأزمات الأخرى حول العالم ومن هؤلاء الأطفال نحو 13.7 مليون طفل لاجئ وطالب لجوء وما يقرب من 22.8 مليون طفل مشرت داخلياً بسبب الصراع والعنف والحروب المستمرة في بعض الدول أطفال العراق كان لهم النصيب الكبير من التهجير والنزوح داخل وخارج بلدهم لأسباب طائفية سياسية أمنية بينما أقرت وزارة الهجرة والمهجرين الحالية بأن منع إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية يعود لمشاكل سياسية وأمنية فيما أشارت الوزارة إلى أن النازحين الموجودين في المخيمات لا يوجد بحقهم أي مؤشرات أمنية تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف أشرت لأنه على مدى السنوات الخمس الماضية قتل أو شوها ما لا يقل عن 519 طفلاً في العراق نتيجة النزاعات وبسبب الذخائر المتفجرة يبدو أن ملف النازحين والمهجرين قسرياً في العراق لا سيما الأطفال منهم ليس من أولويات الحكومات المتعاقبة في بغداد حيث لا يزال مئات الآلاف منهم سجناء في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقاومات العيش الإنساني فضلاً عما شردوا مع عائلاتهم خارج العراق ترجمة نانسي قنقر